الطلبة الأوائل من قاع الحرمان إلى قمة التفوق في الامتحان يكرم المرء أو يهان حكمة دائما تصدق فماذا عن نتائج السادس الإعدادي لهذا العام منه من الطلبة راح يكرم ومنه اللي ينتظر فرصة أحسن بالعام القادم ما هي خطة القبول وليش بعض الفقراء دائما يتميزون خلونا نشوف أول ملاحظة لازم نأشرها أنه نتائج الدور الأول اللي ظهرت كانت أقل بنسب النجاح ومستوى المعدلات من العام الماضي لكن وزارة التربية إلها رأي آخر طلعت توضيح تنفي به النسب اللي تم تداولها لأنه هناك دور ثاني وهو من المؤجلين لدرس أو درسيا هم من الطلبة المتميزين ونتائجهم راح تأثر على النسب المعلنة حاليا ما هي مؤشرات انخفاض المعدلات أبرز مؤشر أنه جماعة التسعة وتسعين فما فوق أقل بكثير من السنوات الماضية كانوا بالآلاف لكن هالسنة أقل بهواي نحكي بشكل مبدئي لأنه بعدنا بالدور الأول وورانا دور ثاني بس مبدئياً أكو فرق شاسع لأنه بالسنوات المضت كانت تطلع إحصائيات أيضاً بعد الدور الأول وهي ناس يقولون أنه انخفاض المعدلات كان طبيعي لأنه الأسئلة كانت غير تقليدية واللي أشيع بحينها أن الوزارة كانت قاصدة هالشي لغربلة الطلاب والتخفيف بالتالي من تضخم المعدلات اللي يأثر على خطط القبول إحنا البعض يحترضون على أنه بهذه السنة بالذات ما كان المفروض يتشددون وياها في هالشكل لأنه خطيئة ذول الطلاب جايين من أربع سنوات مريرة هي سنوات كورونا والتعليم عن بعد بالتالي انظلموا بأسئلة غير تقليدية وهالشي أثر ربما على مبدأ التكافؤ بالفرص مع السنوات اللي قبلهم يعني اللي أخذ هاي السنة تسعين كان ممكن يطلع بالسنوات السابقة خمسة وتسعين ومنها صار انعدام التكافؤ وعلى رأي واحد من طلاب هاي السنة يقول هذا حظن بس ويانا اتددرت وزارة التربية وتريد تضبط أمورها مع هذا رغم هاي الصعوبات والظروف القاهرة طلبة هواي من حدرين من بيئات معدمة وفقيرة اتميزوا وحصلوا معدلات مرتفعة عكسة قدراتهم الاستثنائية وإقبالهم على الحياة هناك طالب بذيقار مثلا مصاب بشلال رباعي ومع هذا طلع معدل تسعة وثمانين ومنيته يكمل صيدل تستاهلها من الشكاو اللي انتشرت بالقروبات ومواقع السوشال ميديا هو أن التصحيح كان متشدد وآلاف الطلاب يعتقدون أنه درجاتهم ما كانت بمستوى توقعاتهم إدارات المدارس راح تبدي من باتشر بتسجيل الاحتراضات ومتوقع تكون كبيرة جدا هذه السنة هناك من يتحدث أيضا عن إعادة تفعيل آلية تحسين المعدل وطلع خبر عن أن وزارة التربية حالة الموضوع لهيئة الرأي شنو آلية تحسين المعدل هاي آلية آلية لمساعدة من حق الطالب بيها يمتحن درسيا ناجح بهن بغرض تحسين معدلة بالعادة الامتحان يكون بالعام التالي لكن الآن هناك مطالبة بأن يكون تحسين المعدل بهاي السنة كأن يكون مثل الدور الثالث بس بالراغبين فقط بتحسين معدلاتهم بالنتيجة نتائج البكالوريا بكل سنة تصادف هيج نقاشات الاقتراحات تكثر والمطالبات تتكرر وبكل الأحوال الحكمة الشهيرة دائما تستعاد في الامتحان يكرم المرء أو يهان وعسى طلابنا يكرمون بقبولات تفرحهم بس قبل لا أختي اليوم اختارت صورة كل جميلة لطالب شجاع ونظيف ومجتهد هو عمر سعدون نقدر نشوف يلا 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 عمر سعدون من شباب تشرين اللي نشر بوست يقول 28 شهر العاشر 2018 كربلاء نجحت من السادس هذا الشاب استشهد بثورة تشرين لذلك قلت لازم أذكر اليوم ويطلب المتفوقين هذا تفوق بدمه وتفوق بنتائجه ومبروك لكل شبابي والله يحفظكم يا ربي ويخلصكم من هالشر ذمت لا يحضر يلا اشتركوا في القناة